هسألك على واحد تحديداً وقول لي مدى تأثيره مع الاهل الموسم اللي جاي عشان تشتغل تأكيد معي. كريم ندفد. كريم ندفد من اللعيبة الكويسة جداً اللي رجع النادي الاهل يعتبر وكاينه صفقة جديدة عشان حتى كريم ندفد الفتاوات اللي فاتت كان بيغيب كتير مع نادي الاهل قبل ما يروح فيوتشار. كريم يصل جال لقصابة. وبعدين عمل عملية وبعد كده العملية حصل فيها مشكلة وبعدين عمل عملية تانية. المهم رجع وانا كنت يعني كريم كان من اللعيبة اللي انا جبتها فيوتشار. ناس كتير انا مسكت فيوتشار فترة لقيلة قوي بس ما دربتش. في البداية. او بعد يجي علي مهر مسك. فكان من ضمن الصفقات اللي جبتها سعد سمير وكريم ندفد لان كان مسلمان مش عايزهم. مم. فاخدتوهم كريم ندفد من احسن لعيبة تمانية في مصر. اشتبقى عارف. مم. ده اتحدى اي مدرب في مصر. مم. من احسن لعيبة تمانية في مصر. من احسن ولا احسن؟ واحد من اللعيبة المميزين جدا. اه. يعني لو بتتكلم على احمد سيد زيزو بتتكلم على امام عشور كريم ندفد. السلية اه. لعيب هايل. اه. يعني لعيب بوبو. اه. في لعي اللعيبة اللي هي التمانية. اللي بيلعب من بوكس للبوكس. صح. اه. اه. اتظلم فترة في الاهلي كان بيلعب وراء المهاجمين. اه. بس ده مش مكانه خالص. اه. وانا لعبته فترة باكرايت. فاكر. لعبته فترة باكرايت. كنت ماسك فترة ما بين كارترون وما بين لسارتي. فاكر. فكريم ندفد لعبته باكرايت كان هايل. بس احسن مركز لي. تمانية. نص ملعب تمانية. اه. عشان الناس تبقى ورعيبة بنا. انا زي عامل السلية والم معشور كده. اه. انا بقى كان من 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 يعني كان البروفايل بتاعه كان فيه توطر كبير قوي بالنسبة لكريم. اه. لما اعدت العالف انت ايه. عملت له ريشيب. اه. وبعدين بدأت احطه تمانية. اه. وبدأ ايه لعب بقى بارتيحية بثقة. الناس قالت. كل الرأي العام قالك هو كريم ايه اللي حصل له. صح. ندفد ايه اللي حصل. صح. ومشي كويس ولعب مع لسارتي وبعدين جات له الاصابة دي بقى. اه. 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 ما جيت جيبته في فيوتش انا كنت متأكد تماما رغم ان في بعض الاراق كانت لأ ده بقى له فترة مصاب وبقى له سانتين. لا ده كان فيه كلام بيطلع انه كمان هيبطل كورة. يبطل. اه. انا فرحان تحديها اللي جايب ندفد. لكن اه كنت متابعه. اه. كنت متابعه ان هو بينزل الملعب وبتمرن وبتمرن كويس جدا بس مش يعني يعني ما عندوش ما عندوش استعداد او مش شايف انه هو يديله يعني. فانا كان رايي ان احنا جيبناه في في فيوتشور عامل موسمين هايلي مع علي ماهر. صح. صح. واحد من الاسباب اللي فيوتشور لعبة كورة بالشكل ده وبالجمال ده انه هو هو وبوبه كان نفوس من ملعب. صح. اتنين لعيبوا مميازين. طيب. وعندهم القدرة يجيبوا جون وعندهم قدرة يدفعوا. بشكل كويس. طيب. كريم ندفد تعتبر صفقة جديدة. هيفيد ليه? هيفيد ليه كولر. اه. هقولك. قول دي. كولر بلعب 4-3-3. صحيح. كولر كان عندو مشكلة. اه. انه كان بعد نتيجة خمسة. لما خسر من من سان داونز. فعارف بقى بيلعب بمين? بقى بيلعب بثلاثة ستة. هم. هو قليو ديانج ايه? ستة في الوقت. حمدي فاتح ايه? ستة. ومروان عطية. ستة. دول تلاثة روزة ملعب. طبعا انطور بقى بقى في حمدي فاتح شوية. قليو ديانج ما انطورش. بس الاساس ايه? ستة. لانه ملقاش التمانية. صح. السلية كان مصاب. صح. وقفشة مش ستة مش تمانية. مش تمانية. مش تمانية. عشر. وبقى بيدور حوالين انا عايزة جماعة لعيبة نص ملعب تمانية. صح. جاب امام عشور. وجاب ندد. اللي اتنين دول تمانيتين. انا بقولك حينقلوا السنادي النادي الاهلي في حتة تانية خالص. حلب قوي.